أقيم اليوم بصنع مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين البرنامج الإقليمي للمرأة القيادية في اليمن وفي المؤتمر أكد أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان اهتمام الحكومة والدولة بدعم المرأة وتطوير وبناء قدراتها وخلق آليات تحقق الريادة وتدفع بها إلى مراكز صنع القرار يشار إلى أن الهدف من هذا البرنامج الذي ينفذ على مدى ثلاث سنوات في اليمن والأردن وتونس ومصر ولبنان هو تقديم الدعم للمرأة القيادية العربية عموما والمرأة القيادية اليمنية خصوصا وبما يضمن وصول المرأة إلى كافة المستويات ودوائر السياسات والصناعة القرار